موسيقى بيرليشنشيبس اليوم موضوعنا سيكون الرجل دي هو يقدر كمان يكون عم بيساهم بإنجح العلاقة اليوم معنا أكيد مستشار نفسي للأزواج فادي حلبي اللي جينا به هالموضوع الكتير دقيق أهلا وسهلا فيك موزور كاتيا كيفي يعني موضوع مهم موضوع حلو طبعا العلاقة هي الشراكة بين شخصين والشخصين لازم يكونوا عم يشتغلوا واسمح أنه كل واحد كمان يعرف حاله هو بالتحديد شو عنده زي ما نقول مهارات بيقدر من خلال هو اللي يكون كمان عم يشتغل على هذه العلاقة أكيد الشراكة لحتى تاخد كل تعبيرها لتترجم بكل أبعادها لابد أنه كل طرف يعرف كمان وين خصوصيته بالعلاقة يعني كيف ممكن يبني حميمية مع الآخر فكرية عاطفية وجنسية بشكل يقدر يوصلوا بلخته ويعرف كيف يلبي حاجاته مشانك اليوم رح نركز على خصوصية الرجال بهذا الإطار ورح نركز على ست مهارات إذا تمتع فيهم أو إذا اشتغل عليهم بشكل تدريجي بقدر يوصل عليها أكثر لتكون نوعية العلاقة أنجح ومتوازنة بين الطرفين شو بتنتظر منه المرأة ولا شو هو قدر يقدم بك أي علاقة اليوم بتطلب مهارات لا تنجح فأكيد هي شو بتستنظر منه لحتى يقدر يوصل لأفكاره ومشاعره وهو إذا بيعفي ترجم هالمشاعر تجاهها هالمهارات تجاهها بشكل متوازن بتكون العلاقة يعني ديناميكية العلاقة إيجابية وبالناءة أكثر يعني عادة لما يعني الرجل بصير يحس أنه أنا مني امرأة ما فكر مثلك ما بها مش بشوف في الأشياء بطريقتك وما بده يوقع بهالمقلب يعني فيه نوع من الرفض أنه يكون هو عام يفكر بنفس الطريقة فإذا المطلوب مش أنه يفكر بنفس الطريقة على هذا أقول أنه فيه خصوصية أكيد خريطة تفكيره وشعوره مش متل خريطة تفكيره وشعوره مش مطلوب أنه يبنوا خريطة مشتركة كل واحد يساهم من انطلاقة من هويته من خصوصيته وهاللعبة الرأسة بين الرجولة والأنوسة هي شغلة كتير دقيقة بالعلاقة بقدر ما بعرف كيف بنى هالعلاقة هالتوازن هالبولاريته بين الأنوسي والرجولي بقدر ما بقدر ننتمي لبعضنا أكتر عادة تنفادي بيكون عندك نقطة واضحة شاكة وعملية مزلوك لتتعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة طيبيا ست أفكار حنا نتعلم بسرعة أهماهارات أول مهارة أنه الرجال يقدر يتوصل شوي شوي يعبر عن مشاعره أكتر المرة بطبيعتها بتقدر تعبر يعني جاي عندها بلد إن أكتر التعبير على المشاعر الرجال مش دائما عنده أكسس دخول سهل على عالم المشاعر عنده مشان هيك بحاجة المرة بقدر ما الحميمية الجنسية عندها مهمة الحميمية العاطفية مهمة عندها مشان هيك الرجال إذا ما عارف عبرها عاطفيا أنه بيحبها بيشتقلها من خلال لمسات عبطة يلي هني بتضل المرة بما كان ما تحس حالها أنه أنا كأني بس بيحبر لي بس بطلع عبيله أنه نوصل على التخط فإذا مش المطلوب أنه المرأة تخفف التعبير المطلوب الرجل اللي يعبر أكتر أو يستوعب هالتعبير أو شو؟ المطلوب يعرف أنه هالتعبير مهمة عند المرأة وأنه بقدر ما بيوصلها من خلال هذا التعبير بقدر ما يكون هي مرتاحة وفيها تعطيب المؤامل هل الحميمية العاطفية ما بتعني بس أنه بدوا يعبر له بدوا يعرف يعبر عن حاله كمان لأنه قوات الرجال بفكر أنه إغطص بعالم المشاعر هيده وجعت راس لشو؟ بينما لا بالعكس بقدر ما بقدر يطال هذا الجانب عنده ويوصل مشاعره لشريكته بقدر ما بتكون هو كمان بيكون مرتاح بس أنا بعرف أنه في رجال عندهم بعض الرجال عندهم مشكلة بهذه المهارة في بعض الرجال عندهم مشكلة كمان مضبوط بس خير أقول أنه هي تسمح لأكتر تعبر عاطفيا لابل قاعد بتعبر زيادة فكمان ميري التاني بلا ندوزر شوي بس أنا بقصد أنه بقدر ما الرجال بيعبر عاطفيا للمرأة وبيشتغل على هذه المهارة بقدر ما بقدر يوصلها بشكل أفضل المهارة التانية أنه يحترم حاجة المرأة للتعبير يعني المرأة أوقات ما يكون مدقيقة بحاجة لتعبر أو إذا صار معها أي شيء بنهارة بتحب توصل الرجال أوقات بيعتبره ضعف هالشيء الرجال فأوقات بهو ما قاله جديد كتير يسمع أو أنه بده يضغر يعطيها نصايح أو بيستخف لها الشعور وما بده هالأدل ودراما وإلى آخرين فبقدر ما بيحسس أنه هو عم يتسمى عليها بقدر ما هي بترتاح والإصغاء هو بس مجرد نسميه نحن ميريرينج يعني بده يعكس للشيء اللي هي عم يتفكر فيه مش مطلوب أنه لا يوعظها ولا يعملها لأن الرجال العطول بيميل أنه يحل المشاكل بسرعة هي عم تطلوب أنه تعبر فبقدر ما بيخلقها مساحة من خلالها أنه يتعبر بقدر ما بيكون مرتاحة بقلب العلاقة وعم تقدر تعطيب المقابل كمان فالحاجة للتعبير عند المرأ كمان شغلة كتير أساسية الحاجة الثالثة هي أنه بده يعرف الرجال والعلاقة هي أولا بالعلاقة يعني اللي بده يعطيه أولوية لأنه الرجال أوقات يكون من دفع كتير بعالم الشغل أو بعلاقاته الاجتماعية أو بنشاطاته وأوقات شوية العلاقة شوية شوية بصير تنزل كل مرت أول نمبر وان بتصير اثنين ثلاثة أربع بده ينتبه كامل والعلاقة تضل أولوية بحياته لحتى المرأ تضل شعر أنها تنتمي لها العلاقة ومرتاحها بقلبها لما يصير فيه تهميش للآخر أو تهميش للعلاقة هون بتبلش المشاكل تتصاعد أكتر وبتنعكس بشكل أو بآخر بقلب العلاقة هل عادة الرجل بيطلب سبيس بالعلاقة أكتر من المرأة؟ مضبط ماشن هيك وهذه رابع مهارة بده الرجال يعمل توازن بين الاقتراب والابتعاد يعني المرأة بده تعرف أن الرجال عنده حاجة وقت يبعد تيشرج إذا كان كل وقت مقرب بالدية أو بينفر بس إذا تركته يبتعد ويأخذ وجه بده يعرف كيف يرقل أنه عنده حاجة للإبتعاد بس بده يعرف كمان بده يقرب وإذا فيه أوقات المرأة كيتم تضيق أو بحاجة لأله بده مش دايما بده لأ ألا هلأ بده يفوت على الكاف بده يعرف كمان أنه بده يقرب لعندها وبده يكون قريب للأصغاء لمشاعرها ولحاجاتها بس هالتوازن عند الرجال لأنه عنده أوقات مير مثل ما قلتي كان يشتح يعني كتير ببعد أوقات وبينسى أنه نوعية حضوره تجاه مرته أو أولاده كتير أساسي بهذا الإطار فينا ناخد اتصالات من المشاهدين إذا في أي سؤال بها الإطار وأكيد يعني في كتير تفاصيل صغيرة بتأثر على العلاقة بطريقة كتير كبيرة يعني فيه أشياء كتير صغيرة نحن نحكي عن التعبير التعبير بسيط بيخلي النهار يكون رائع بيخلي العلاقة تكون غير شكل أوضع فينا نطف مشكل كبير بكلمة صغيرة بنظرة بطريقة حضن للآخر نفسي وجسدي لماذا يقولون أن أهل المهارات يجب أن يكتسبون مع الوقت ووقات الرجال لا ينتبهون يعني يكون بارع بشغله وبيكون بارع بعلاقاته بس ما نجي لمهارات العلائقية أوقات يكون فيه نوع من غاب يعني فيه فراغات بده يعرف الرجال شوي شوي يشتغل عليها لا يقدر يبني علاقة ناشحة لأنه بالنهي قد نكون ناجح برات العلاقة بأخ نهار بده يرتاح بقلم العلاقة بده ينتمي لقله فبده يعرف كيف يكون بده يعرف وين مساهمته وين خصوصيته بده يوصل لقلب المرأة ويقدر يبني معها الديناميكية بشكل إيجابي أكتر لكن حكينا أهمية التعبير العاطفة حكينا عن أهمية يساعد يخلي المرأة تعبر عن حالها حكينا عن أنه العلاقة أولا وحكينا عن الاغتراب والابتعاد مهارة مهمة كمان هي السلطة التشاركية يعني الرجال بده يعرف أن المرأة هي بقلب العلاقة وما بيقدر أنه يعتبر أن الأمر ليه أنا كل شيء بدي أقرره ومثل ما أنا أفكر بده تصير الأمور بده يقبل أنه بده يخذ أوقات مفوضات صعبة بده يعرف أنه فيه قرارات ما في نأخذها بسرعة يعني ما بقدر أتفرد في أخذة واحدة أي ما بقدر أتفرد هلأوقات المرأة يمكن بتجير الأمور أنه هده أنت في شاطر فيها هلأ هون في الشريك الشريكي وفي الأولاد كمان أكيدة كمان مع الأولاد أوقات المؤيرة بأنه أنا بدي أعرف كيف أخذ القرارات بالتشاور وبالإصغاء وفي إشي ما فيه نأخذها بسرعة بده نأخذ وقت تنضج فيها هذه الشغلة أساسية بشكل ما يسميها سلطة تشاركية يعني اليوم هنه كو بيلوت هنه مش أنه فيه واحد بس يقود المسيرة وحده تابع ما أنه بجعب أوقات بيجيروا لبعضهم أنت ها بتعرف فيها أنت أررها أنت بتعرف في هذه الشغلة أنت أررها كثير حلو إذا هل قد يتوازن ويجيروا لبعضهم وكل واحد بأي بس أوقات يعني يعني أوقات كثير رجل كمان بياخد هالنقطة لحد تالي بالعكس يروح للمقلب بالتاني ويصير مجير كل شيء للمرأة هلأ هون بيجير له بقصة المسئولية للبيت والتربية هاي دي بطلت إذا بدك بس بس بدي يقرر بالقرارات الكبيرة وكل يعني تفاصيل الحياة اليومية ما بيعرف عنها شيء وهون نوصل لسادي اسمهاري اللي هي أساسية أنه الرجال بدو يتحمل المسئولية مع المرأة يعني عرفت كيف تنقلين يا كاتيا بدو يتحمل يعني الرجال وقت تفوت على العلاقة بيفكروا أن مرته تتلعب دور أمه بدو ترجع تهتم فيه وتلبيله طلباته ورغباته هو بدو يكون بموقع المتلقي بدو يعرف أنه اليوم وخاصة أنا مرة بكون عم تشتغيل يعني هي مسؤولة مثل ما هو مسؤول بدو يساهم بالمسئولية هلأ ما بقول له أنا يساهم 50-50 بالمئة هذو بالكوب اللي بيتفق فيها تكون 20-30-70 حسب الموضوع حسب المسؤولية بس حسب هنه إديش بيرتاحوا أنه عم بيلبوا بعضهم عم بيدعموا بعضهم لحتى يقدروا يبنوا علاقة نوعية بين بعضهم بس حتى لو ما كانت عم تشتغل يعني الولاد بحاجة ليشعروا أنه أبين مسؤول أكيد أول شيء وثاني شيء صار فيه مسؤوليات كثيرة مع الأولاد غير ما كانت بالقبل بالقبل كانت يا بتشتغل يا ما بتشتغل إذا ما بتشتغل يعني بالبيت وما في شيء لينعمل يعني غير يعني العمال المنزلية هلأ صار فيه كثير مسؤوليات تانية مع الأولاد مش نكي توزيع الأدوار بين بعضهم بشكل متويزن وبشكل أنه نحن عم نشتغل كفريق عمل مش كل واحد عم يتمترس وبدو قدم فيه يخد لحاله يجير لحاله الراحة وانت أدبي راسك لا ما بتصير اليوم عملية الكوب الكاتية عملية كثيرة دقيقة إذا أنا بدي حافظ على نوعية علاقة وعلى توازن وعلى مستوى عالي من الراحة مع الآخر بدي هل ست مهارات الرجال من ميلته بدي يعرف يكتسبون ويجبون بسط أنه هو عم يطبقون لما يعرف عم يطبقون عم تنجح معه بسير يعرف إيمتون بينما إذا بدي اعتبره أنه أنا بدي عطول فكر مثل ما أنا وبيدي اتصرف مثل ما أنا وما عم ببني شراكة مشتركة يعني مسيحة مشتركة مع الآخر بده يعرف أنه في ألغام بده يرجع يطب فيها وبده بالإخي بدي يقول ليش وصلت لهون فبقدر ما يكون في عندي رؤية لقدين وعم بعزز العلاقة بهذه الطريقة نعم المشكلة بس تعود على الألغام وتصير عايشين معه يعني صح بتصير كأنه هوية تانية مشاكلنا والنق والنكد ونصل للعدائية ونصل للطلاق النفسي والابتعاد العاطفة ونقول ليش وصلنا لهون ما في شي بينجح بالصدفة ولا في شي بيفشل بالصدفة بقدر ما لحنا من أسس العلاقة لديناميكية نشحة بقدر ما العلاقة بتكون أنجح بين طرفين فادي شكراً لو وجودك معنا أكيد نجع عن موضوع جيد بي بل كمشوف خصوصية المرة مرتجع لك صحيح يكونوا كل رديل وفي هالا من نجع انتبه نحن ويكون مع واتسان ان تيفي خليكن معنا